السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة في الحلقة دي هنتكلم عن مواجهة المريخ لأهل ترابلس الأهل الليبي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا المريخ في مباراته أو حتى في مرحلة التمهيدي واجه فريق اسمه أرتا سولار من جيبوتي والمريخ قدر تفوق عليه في مجموع المباراتين ومؤكد أن الأفضلية كانت كاسحة بالنسبة للمريخ بالرغم من طموح الفريق الجيبوتي وكمان حتى النجوم الموجودين عنده وكمان بنتكلم عن فريق ليبي في الفترة الأخيرة عنده ظهور أفضل من الأندية السودانية مجتمعة على مستوى البطولات الإفريقية وآخرة في كونفدرالية في الموسم اللي فاتحة نتكلم بالتفصيل في هذه الحلقة عن مستوى الفريق الليبي نتكلم عن المريخ نتكلم كمان عن تأثير الجمهور وكمان حتى أهمية الجمهور بالنسبة لهذه المواجهة خصوصا أنه المريخ بيلعب لأول مرة مباراة الذهاب داخل أرضه فمحتاج أنه في هذه المواجهة يحاول بقدر الإمكان يحسم هذه المواجهة أو حتى هذا التأهل من هذه المواجهة لأنه دايما ما بنشوف أنه عندنا السودانية بتلعب مباراة الذهاب دايما بتكون خارج الأرض فمساحة ففي مساحة دايما لأنك تعوض داخل أرضك حاليا حنشوف هل المريخ حيتأثر بأنه حيلعب داخل أرضه والفريق الليبي ممكن تكون بالنسبة له إيجابية نتكلم عن مستوى المريخ نتكلم كمان عن التشكيل المتوقع في هذه المواجهة جمهور المريخ في آخر سنتين دايما ما بيشوف المريخ أنه بيتخاطى دور التمهيدي وكمان دور الاتنين وثلاثين أي أن كانت الأسماء لا هتواجه الفريق عشان كده ما في واحد من رخابي حيتخيل أنه الفريق حيكون خارج البطولة من دور الاتنين وثلاثين على يد الأهلي الليبي أي أن كان مستوى الفريق الخصم أي أن كان إمكانياته وكمان حتى تاريخه ممكن نتكلم عن الموسم الفات وأي أن كان حتى وضعية الفريق حاليا ما بين مدرب للاعبين لجاهزية لمشاكل تخص اللاعبين وحتى غيابات ممكن تكون في الأيام في الفترة الفاتت اللي هي حتأثر على الفريق بشكل كبير وحتى بنتكلم عن عقم على مستوى تسجيل الأهداف وضعف على مستوى خط الهجوم في المريخ كل المشاكل دي كله مشجع مؤكد أنه ما حيستصحبه معاه بالمرة وعايز يشوف الفريق في دور المجموعات فبالتالي حيكون في عمل كبير جدا على الجهاز الفني واللاعبين والجمهور مؤكد عليهم مسؤولية كبيرة جدا جدا حيكونوا متواجدين في الملعب بعد ما سمح الاتحاد الافريقي أنه يتواجد 30 ألف مشجع من رخابي في ملعب شيكان فبالتالي كل عناصر المتعة مؤكدين ستكون موجودة بحكم الفريق الخصم متميز جدا مريخ اسم كبير الجمهور حاضر الرغبات والدوافع كلها موجودة المريخ بحتاج أن يحسم التأهل من هذه المواجهة فبالتالي الجمهور حيكون له دور وعامل أساسي في حسم التأهل من ملعب شيكان وأيضا اللاعبين عليهم دور مؤكد كبير جدا جدا في أنه كل عناصر اللي هي عناصر النجاح موجودة فإنك كنت مرتاح بشكل كبير مجلس إداري أو مجلس تسهير جديد مدرب له فترة موجود في الفريق مؤكد حتى ولو في غيابات إلا أنه برضو الموجود ممكن جدا يعوض الفريق في مواجهته أمام الأهل ترابلوس الليبي حنتكلم عن المستوى الخصم في هذه المواجهة هو فريق الأهل ترابلوس الأهل ترابلوس أنا كما وصفته أنه فريق في الموسم الفات كان أفضل من أنديتنا السودانية كلها مجتمع على مستوى التقدم في البطولات الإفريقية وهو تقدم بشكل طيب جدا على مستوى الكومفدرالية الإفريقية بضم أميز اللاعبين الموجودين أفضل فريق ليبي حاليا من أفضل الفرق لأعتقد أنه ممكن تجيب نقاط لبلدات تشرك معه أكثر من نادي على مستوى البطولات الإفريقية وكمان حتى ممكن يكون هو عصب أساسي بالنسبة للمنتخب الليبي والأهم من ذلك كمان حامل راية الأنديا الليبية على المستوى الإفريقي في الفترة الأخيرة لما تشوف الموسم اللي فات موجود وصل لغاية أبعد ما كان على مستوى البطولة بطولة الكومفدرالية فبالتالي لازم تقيف وتحاول تدرس حالة هذا الفريق فريق وصل لأنه في نصف نهاية بطولة الكومفدرالية في الموسم الفات الفريق دي جماعة خسر على ملعبه اتنين وماشى فيه جنوب إفريقيا كسب هناك واحد مقابل لا شيء كان قدامه هدف ويعادل النتيجة خسرته على ملعب اعتقد انه كان صادمة جدا بالنسبة لجمهوره لكن احنا في النهاية بناخد من كل ده انه الفريق وصل لنصف نهاية الكومفدرالية فبالتالي مر بكل المراحل دي في الموسم الفات ووصل لنصف نهاية الكومفدرالية فبالتالي الفريق الموسم ده على مستوى البطولة الافريقية او بطولة دوري ابطال افريقيا ما بعاين لانه يكون موجود على انه ممكن يطلع او يوافق انه يطلع من دور ال 32 بعد تخطيه لدور التمهيدي من بطولة دوري ابطال افريقيا في دور ال 32 فريق الاهل ترابلوس قاب الفريق اسمه كومكم من زنجبار مباراة الذهاب كانت في زنجبار قدر الفريق الليبي التفوق بدنين مقابل لا شيء وفي مباراة الاياب قدر الفريق الليبي اكتسح ضيفه بربعية مقابل لا شيء مجموعة المباراتين انتهت المواجهات بستة اهداف مقابل لا شيء ومؤكد أنه ما بقيس مستوىكمكم زين جباري بفريق زي المريخ ولا حتى بقيس أنه الأهلي حيصول وجول مع المريخ لكن بديك شوية اللي هو حاجات متراكمة مع بعض بتحسي سيكون الفريق اللي بي حييجي بمعنويات مفتحة بشكل كبير ويجي ويقول ليك أنا حاجة أكسب المريخ أو حتى حاجة تعادل مع المريخ أو حتى أخسر وأطلع بأقل نتيجة تعوض أو حتى تسهل لي مهمتي في الإيجاب زي ما بنعمل إنها كأندية سودانية عشان كي دايما أنا بستصحب معاي شوية النتائج اللي بتعملها اللي هي دايما حتى ولو هي ما بتقيس مستوىك العالمي أو حتى مستوىك السيء فهي بتحمسك إنك تدي مستويات أفضل في دورة 32 عدا من الدورة التمهيدي من كونكوم الزينجباري حيجي يلاقي المريخ مؤكد إنها مواجهة هتكون مهمة جدا جدا خصوصا إنه حتى المريخ يا جماعة مواجهته أمام الفريق أرتاسولار الجيبوتي ما كانت المواجهة العالية بشكل كبير لأنه قابلت فريق من الصفة الأول أو حتى من الصفة الثانية أو حتى من الصفة الثالث على المستوى الإفريقي إنت قابلت فريق في المتناول كسبته على أرضه حتى ولو الفريق فريق شركة عنده ماليا مقدر جدا عنده نجوم كبار جدا جدا عندهم طموح إليه الخبرات الموجودة على المستوى الإفريقية دايما ما بتحسيم والأسامي مؤكد إنه عنده دور كبير جدا في نكتة تتخطى الأندية عشان كده مقياس إنه الفريق منوح يكون عنده أفضلية أو حتى جاهزية أكتر مؤكد إنه كتة بتجيسه في إنه أهل طرابلس إنه في الموسم الفات لازم تستصحب معاك النقطة دي إنه الموسم الفات هو فريق وصل لغاية نصف نهاية كوفيدرالية وما خسر لعيبته بل أضاف عليهم لعيبة جداد وحتى يمكن أكيد يعني في مع موسم الدوري الليبي وكمان حتى مشاركاته ومشاركات المنتخب وغيره مؤكدين الفريق أصبح أكتر يعني انسجام وأكتر زي ما تقول قوة فبالتالي المريخ لا بد من إنه يدي الفريق ديه اهتمام بشكل كبير في إنه كفريق ينتب تحسيب فريق واحد على بعد هدف من أورلاندو بايرتس الجنوب الفريقي إنه يكون في نهاية كوفيدرالية أمام نهضة بركان طبعاً الكنفيدرالية في نهاية فازت بها فالهو فريق نهضة بركان أمام أورلاندو بايرتس فبالتالي كان في مكان الأهل ترابلوس يكون في نهاية كوفيدرالية فبالتالي دي واحدة من الحاجات اللي مفروض المدرب المريخ غازي الغرائري إنه يستصحبه بشكل كبير عشان يقدر يعرف هو بيلعب مع منهم من الفرق اللي ممكن تكون عندها خبرات متراكمة بشكل كبير في الأيام اللي جاية هل ممكن تأثر عليك فكرة إنك بتلعب مباراة الذهاب داخل أرضك أو حتى بتلعب خارج أرضك هل ممكن تأثر على مدى تأهولك أو حتى إنك تكون عندك الحظة الأكبر إنك تتاهل من مجموعة المواجهتين ولا لا صراحة أنا ما مؤمن بالحاجة دي بشكل كبير لأن المريخ لما نواجه أرتسولار واجهه خارج أرضه في مباراة الذهاب في جيبوتي والمريخ قدر تفوق في تلك المواجهة والأهم من ذلك كمان في مباراة الإياب كانت في إثيوبيا برضو المريخ فرض أسلوبه وقدر تأهل من مجموعة المباراتين وشفنا قبل كده أنديتنا ممكن تجيب نتائج من خارج الأرض وحتى أحيانا نتائج داخل الأرض ممكن تكون سيئة جدا جدا بحكم الضغط الجماهير والضوطات الممكن تكون كبيرة لدرجة بعيدة عشان كده مهما كان أنت بدعايا للفريق قدامه وبدعايا لمستواه وإمكانياته ومدى الثبات وخبرة اللاعبين ومدى خبرة المدرب وحتى رغبتهم وطموحهم ودوافعهم في أنهم عايزين يقدموا شنو مش على قدر شنو الجمهور حيعمل معك في الملعب الجمهور ممكن يدعمك بشكل كبير لكن دايما نحن كلنا كجماهير عارفين أنه نحن ممكن نخش الملعب عشان نستمتع نتفاعل مع الهجمات الحلوة الضغط اللي بفرض يكون في المباريات لو أنت أخذت قون أو قونين في المباراة أنت متأكد نص الجمهور ممكن يطلع من الجيم ويترك التشجيع بشكل كبير بعيدا عن الكورفا نورد أو حتى الألتراس الموجود دايما بالنسبة للنادي أنا بتكلم في الجمهور اللي هو يتكلم عن 30 ألف مشجح يخش في الملعب مؤكد أنه فيهم 20 ألف دايما يخش عشا يستمتعوا بالجيم حتى معا عندهم خبرة أنه مشجعوا ولا عندهم قدرة أنه مشجعوا تسعين دقيقة معا أنها تمنى أنه طول التسعين دقيقة الناس ما تقيف نهاي من تشجيع المريغ في المباراة القادمة لكن خلونا نتكلم في الجزئية الخاصة بأنه هل مباراة الذهاب لو كانت في أرضك هي في مكان تضعف من حظوظك في أنك تتأهل المرحلة أعتقد أنها لا لأنك كنت في مباراة الذهاب ممكن جدا بسبب الضغط الجماهيري أو حتى بسبب الفريق تضيف مركز بشكل كبير ما تقدر تتفوق في الجيم ما تقدر تعمل نتيجة ممكن تكون كبيرة سهل لك اللي هو التأهل وقبل المباراة الإياب ممكن تكسب واحد مقابل لا شيء اثنين مقابل واحد اثنين مقابل لا شيء تتعادل صفر صفر تخسر واحد مقابل لا شيء هل ده معناي أن الفريق خلاص على وشك أنه يغادر البطول أعتقد لا بحكم أنه الخبرات الموجودة كمدرب وكلعبين وكرغبات ودوافع وناس حابة تقدم وحتى الاستقرار اللي بي مرفو المريخ في الأيام اللي فاتت لجنتسي جديدة تجدد عقودات استقرار على كل المستويات ما بتحسس أنه في مشاكل حاليا في المريخ فبالتالي اللاعبين عليهم حيكون عليهم دور مهم جدا الدور ما بنقول أنه يصل لمرحلة إنك تضغط اللاعبين لكن بنقول عليك دور وعليك واجب مفروض تعمله في المواجهة القادمة في أنك تكون مركز في ملعب شيكان وما ضروري نتيجة تكون في 17 صفر أو حتى 10 صفر أو حتى 5 صفر لا تكون عامل شغلك بشكل طيب الفريق الليبي فريق لازم تدرس حالته كمدرب وكجهاز فني بعد ذاك اللاعبين مؤكدين برضو بيتابع مباراة الأهل الليبي عشان يقدروا يقفوا قدامه بشكل طيب واعتقد أنه فكرة إنك تلعب داخل أرضك خارج أرضك في البداية أو حتى مباراة الأياب تكون خارج أرضك هي ما بتضروري أنك تحسن فكرة إنك هتضعف من حظوظك وتدي الفريق الضيف أنه يكون عنده أفضلية بحكم أنه زي ما تكلمنا بش قبل شوي أرضية الملعبين هتكون الاتنين نجيل اللي هو الصناعي الجمهور الموجود عند الأهل الليبي أعتقد أنه حتى السودان الموجودين في ليبيا ممكن جداً يشكلوا منهم ياخدوا أكتر من 20% من الملعب ويملوا الملعب ويشجعوا المريخ بشكل طيب اللي هي نتيجة الذهاب أياً كان نوع النتيجة فهي ما بتضروري أنه نتكلم عن المريخ لا هي حتضعف من أنه حيت أهل في مباراة الأياب لأنه خبرة لعبة المريخ أعتقد أنها كافة لأنها تقارع الأهل الليبي والأهم من ذلك كمان ممكن تجيب تأهل من ملعب في ملعب الأهل طرابلوس فبالتالي مباراة الذهاب الشيل بتمنى وإنك ما تخضع لفكرة أنه لا هي مباراة الذهاب ممكن جداً لازم تتحقق فيها في النهاية الحاجات دي نحن ممكن نخطها في طور أن نتوقعها أنه ممكن تحصل الحاجة دي وهي ما نهاية المطاف إنك تخسرت خلاص المواجهتين وممكن جداً تطلع من البطول أو حتى القرع لما نوقعتك أنك تلعب مباراة الذهاب داخل أرضك لا دي كلها افتراضات نحن بتتكلم عنها وبنحللها ونحاول نناقشها شوية لكن الأهم عند المريخ أنه يحاول إكسب بنتجة تكون كبيرة أقل حاجة تكسب بثلاثة مقابل لا شيء لازم الفريق الليبي الضغط من البداية بتركيز يكون عالي لدرجة بعيدة بخبرة تكون قويسة جداً من لعبة المريخ اختيارات المدرب والجمهور يحاول بقدر الإمكاني أن يساعد الفريق عشان فعلاً تقدر تحاول تسجيل أكبر عدد من الهداف مع التركيز التام على مستوى خط الدفاع إنك إنته ما تتقبل أي هداف لأنه أي هدف حيساعد الفريق الليبي في أنه يرجع في ملعبه وإنت لو كنت كسبان خمسة لو سجل عليك هدف أنت أخذت واحدة من نقاطك المهمة جداً اللي بتستند عليها في مباراة الإياب فبالتالي لابد أنه نتيجة تكون صفر في قونك أنت وتسجد حاول تسجد أكبر عدد من الهداف عند الفريق الخصم ودي أهمية النتيجة الكبيرة في أنها بتسهل عليك بشكل كبير مباراة الإياب هتكون في ليبيا اللي أتمنى فيها يجي يوم المباراة ونحن نقول لكل جمهور المريخ مبروك عليكم هذه النتيجة وهذا التآهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا المريخ حيلعب يمنوه في المواجهة القادمة أمام أهل ترابلوس المريخ حالياً عنده شوية غيابات ممكن نتكلم عن أنه الغيابات حالياً تتمثل في لاعب أساسي هو محمد الرشيد واحد من أميز وأهم اللاعبين وممكن نتكلم عن أفضل لاعب في خط وسط المريخ حالياً ما حيكون موجود في تشكيل المريخ لكن التشكيل بشكل عام من خلال مباراة إلى الساحل الأخيرة اللي شفناها كمباراة ودية بالنسبة للمريخ المريخ قدر عمل فيها نتيجة كوية جداً جداً دخل المدرب غازي الغرائري اللي هو تشكيل المواجهة ده أنا حاسم أنه حكون التشكيل الأقرب للمواجهة القادمة المدرب شفناه في الفترة الأخيرة قدر عدل التشكيل أو حتى عدل الطريقة اللي بيلعب بيها إنها تكون ثلاثة بيشوف دايماً كرشوم في الجانب الأيمن صراح نيمر آخر واحد بنتكلم عن بخيط خميس في الجانب الأيسر كمساك كطرف أيسر أو حتى بإنه يشغل الجناح ويكون موجود اللي هو في الخمسة المدافعين أو الثلاثة الخمسة الموجودين مازم محمدين في الجانب الأيسر في الجانب الأيمن يا جماعة في مشكلة كبيرة جداً الناس دايماً بتحاول تناقشها في إنه مرات بيكون رمضان عجب مرات بيكون مثلاً مروان السعيدي ناس بتشوف عنه رامي كرتكيل هو الأفضل على مستوى الشخصي أنا شايف له رمضان عجب لو اختزلت مشاركته أو حتى خطيته في إنه يكون كجناح في إنه يكون عنده أدوار دفاعية ممكن جداً ما يفيد ليك بشكل كبير مع عامل السن الموجود أتمنى إنه يكون موجود على دكة البودلاء ويشرك واحد من لاعبين الشباب اللي بيقدر يقارع اللي هو الأجنح الخاصة بفريق الأهل طرابلوس عشان كده مشاركة مروان السعيدي ما شفناها كبديل في المواجهات الفاتت إنها بتجدي نفعاً أو حتى بيجيب لك نفع بالنسبة للفريق أو بيجيب لك فايد ما في حاجة حسناً من اللي عبد ممكن جداً يضيف لك بالنسبة لفريقك فبالتالي أتمنيت أو حتى أتمنى إنه يكون رامي كرتكيلة على نفس المواجهة بتاعتهر الساحل إنه يكون رامي كرتكيلة موجود بشكل أساسي في الجانب الأيمن في الثلاثة خمسة اتنين أو حتى في الخمسة الموجودين على اللي هو في الجانب في الظهيرين أو حتى في خط الدفاع بعد ذلك عندنا خوسي مكايا ضيادين محجوب وكمان محمد هاشم التكت طبعاً خوسي مكايا كأساسي وعندنا محمد التكت محمد هاشم التكت برضو كان كأساسي معهم كان محمد الرشيد دايماً ما بيشوفهم بيكونوا موجودين على مستوى هذه المواجهات بعد ذلك بيكون في جزول نوح وكمان حتى إيريك كامبالي تواجد إيريك كامبالي كأساسي في مواجهة بالمستوى دايماً أعتقد أنها مهمة جداً لاعب هيدر بشكل طيب بتحرك بشكل طيب في كل مواجهات الفاتة هو دايماً بيكون الرقم الصعب حتى الأفضل على مستوى خط هجوم المريخ على مستوى التسجيل وحتى كمان الزعزع بإمانة لدفاعات الخصوم الجزول نوح في آخر المواجهات أعتقده مظهر بشكل طيب لكن لو كان موجود رمضان عجب على مستوى أنه يكون في الهجوم لأنه حتى استهلاكه على مستوى الحركة ممكن يكون أقل فبالتالي إن وجد أنه اللاعب رمضان عجب يكون موجود على مستوى خط الهجوم في الاتنين لنمتكلم عن التنظيم حالياً ثلاثة خمسة اتنين الخمسة الموجودة على مستوى خط الوسط مازيب محمدين رامي كرتكيلة خصيمة كاية محمد هاشي متكت وأيضاً اللاعب اللي هو ضياد دين محجوب ووارد جداً يكون يا ضياد دين وياه كمان تاج الدين يعقوب على مستوى خط الوسط أي أن كان الموجودة في نهاية عايز واحد مفتك للكورة مستخلص يقدر يقفل مساحات ويكون متواجد قبلوك قدام خط دفاع المريخ دي التشكيل المتوقعة ولنا كمان برضو بتمنى ولأنه بيكون دايماً الأكتر جاهزية بعد ذلك عندنا خيارات كويسة جداً على مستوى جاهزية السمان الصاوي إنه يكون جاهز لهذه المواجهة الناس ما تتوقع إنه تش ممكن يخش مواجهة بالمستوى العالدة خصوصاً إنه مواجهة دايماً يتكون على الأرض فهي محتاج بقدر الإمكان تكسب بأكبر عدد وبعدد وافر من الأهداف عشان تسهل عليك مهمة الإياب بعد ذلك ممكن تكون في اللي هو خيارات زي عمار طيفور وغيره من اللاعبين عمار طيفور ممكن جداً كان يكون أساسي لو كان بيشارك في الفترة الأخيرة خصوصاً إنه المشاكل الكبيرة جداً اللي كانت بينه وبين حازم والتصريحات اللي كانت موجودة والأسرار الكثير جداً لطلعت حالياً مع مجلس الإدارة الجديدة أو حتى مع لجنة التسير الجديدة وصل الاتفاق في إنه يدد عقده في الأيام اللي جاية فبالتالي جاهزت يمكن تكون في المواجهة القادمة خصوصاً إنه محمد الرشيد ما حيكون موجود حتى في المواجهة القادمة فدت تشكيل المريخ المتوقع لمواجهة أهل ترابلوس الليبي في واحدة من أبرز وأهم المواجهات بالنسبة للمريخ في أدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا تمنيتين المريخ بإنه يطلع بنتيجة كبيرة من هذه المواجهة وتوقع إن المريخ يفوز في هذه المواجهة لكن أتمنى إنه كمان المريخ يفوز بنتيجة تكون فيها أهداف وفر بتاعة أهداف عشان يقدر يسهل مهمته في الإيام عن الفريق الليبي صدقوني ما سحل بالمرة فريق بيصل لغاية نصف نهاية الكونفترالية وبيطلع بفارق هدف من أورلاندو جنوب أفريقي فبالتالي فريق وصل لكل المرحلة دي وإنه يتعدى كل مراحلة دي نحن لنا عشر سنوات ما وصلنا نصف نهاية الكونفترالية كل الأندية السودانية فبالتالي نحترم الفرقة زي دي عشان نقدر من خلالها نطلع خطوة تاني لدور المجموعات ونقدر نطلع ما بعد المجموعات نشكركم دائما على حسن المتابعة وإن شاء الله دائما تأمين ولأمين شكرا لكم